لكننا في نفس الوقت لن نقبل بأي حال رغم لاجئة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجاد في إعلانه وقف العمل بالاتفاقيات الموقع مع الجانب الصهيوني إلا أن هذا القرار لم يكن مفاجئ للكثيرين حيث سبق وأن أعلن عنه مرات عديدة دون تنفيذ عباس أعلن في اجتماع للقيادة الفلسطينية في مقر رئاسة بمدينة رام الله أنه شكل لجنة لتنفيذ تلك القرارات مستدركا تصريحاته الحادة بالتذكير مرة أخرى بيده الممدودة لما سماه السلام العادل والشامل وعلى ضوء ما جرى في اجتماع القيادة اليوم من مداولات وأمام إصرار سلطة الاحتلال على التنكر لجميع الاتفاقات الموقعة وما يترتب عليها من الاتزامات نعلن عن قرار القيادة وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي والبدء بوضع آليات من بكرة تشكيل لجنة لتنفيذ ذلك عملا بقرارات المجلس المركزي الفلسطيني تصريحات عباس وجدت رفضا صهيونيا خرج على لسان وزير الاقتصاد والصناعة لكوهين الذي هدد الشعب الفلسطيني بدفع ثمن تلك التصريحات متناسيا أن الكيان الصهيوني كان قد أوقف العمل بتلك الاتفاقيات فعليا منذ زمن رغم التزامه الشكلي بها كما يرى مراقبون أما على الصعيد الداخلي فقد لاقت تصريحات عباس ترحيبا من الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس التي عدتها خطوة في الاتجاه الصحيح تضع حد لمسارات خاطئة طالما عاشتها القضية الفلسطينية داعية في الوقت نفسه إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية فورا ووقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال المسارات الخاطئة يرى الفلسطينيون أنها ابتدأت باتفاق أوسلو الذي سبق لعباس اللوحة بالانسحاب منه دون أن تتخذ تصريحاته طابعة تنفيذ وهما أشار إليه القيادي في الجبهة الشعبية عمر الشحاد بالقول إن الحديث عن تشكيل لجان ووضع آليات ما هو إلا وسيلة للتهرب من هذه القرارات كما أنه يعكس ضعف وغياب الإرادة السياسية لتنفيذها الشكوك التي تحوم حول جدية تهديدات عباس تبدو منطقية إذ لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها عن إلغاء اتفاقية أو جدت سلطة يرأسها حاليا كما تثار تساؤلات بشأن مآلات وتداعيات هذا الإلغاء على فلسطين والمنطقة برمتها في ظل حديث مستمر عن خطة الإدارة الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية وإعادة رسب الخريطة الجيوسياسية للمنطقة عبر صفقة القرن